موضوع بتاعنا النهاردة. موضوع الشفت الكارير. مع قم ضد ان احنا نغير كاريرنا في الشغل. نغير الكارير بتاعنا وشغلنا جايز مثلا بعد ما بدأنا شوية في وظيفة ما شغل معين انا قررت ان انا اعمل شفتنج او ان انا اغير الوظيفة بتاعتي. النهاردة بقى عايزين نبدأ من الاول خلص. تعالنا نخدها من الاول. من الاب والام. وقت الدراسة. بالضبط كده. التحكم في ان ابني هيتعلم ايه? اه. وهيدرس ايه? ثم يشتغل ايه? بالضبط. انت معه ولا ضد ده? اه بس انا ضد ان احنا نتحكم او ان انا اقول له ادرس المسلا التخصص الفلاني او ادرس كزا او كزا لكن مفيش منع من ان هو ينصح. فاهمني? ينصح اه. ينصح يقول له ممكن تعمل كزا انا رأي ان كزا كزا احسن انا شايفك في كزا. لكن ان هو الضغط النفسي لا لازم تخش التخصص الفلاني او تعملها كزا كزا. انت عارفة الضغط بيجي منه? بيجي من فكرة الادبي والعلمي. اه ده ده. الضغط النفس اللي بيحصل في ف حضراته ما تجيبش هندسة حضرتك. يعني في الغالب لان الاهالي او الاب والام بيكونوا شايفين معيير معينة للمجتمع احنا عايزين نمشي عليها او فكرة اه. بس انا بشوف ان هم بيتصلطوا بنسبة تمانين في المية على الاولاد. الاب والام? اه الاب والام بيتصلطوا بشكل مبالغ شوية في 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 اختيارهم لدراستهم واختيارهم لجامعاتهم ثم شغلهم مع اني انا عايز اقولك بقى لحاجة الاب والام دايما بيتحكموا وبالذات بصراحة الاب الاكتر لان الام بيتميل اكتر اللي ابنها عايزة. خليني اقولك لا خليني اقولك برضو دور الاب والام هو ينصح ابنه. ممكن يكون الابن لسه مش قادر يحدد هو هيبقى مرتاح اكتر في ايه? فدور الاب والام انه هو ينصحه. يوجهه. يحطه على الاول الطريق. ده مش تسلط او تحكم. ليه بقولك الاب دايما عشان الاب ممكن يكون فشل في حاجة معينة. عايز يشوف ابنه فيها مسلا. اه. انا مش شايف. ده مش شيء برضو يعني ده مش شيء وحش. مختلف عنه بنسبة مية في المية ده بني ادم وده بني ادم دي قدرات وده قدرات. ده دي قدرة زكاة وده قدرة زكاة. طيب وهو. لا. الفكرة في الامكانية. انا برضو مقدرش ان انا قلوم على الاب مثلا. انت ده تسلط ده تحكم ده شيء سايق منك. هو برضو جايز ان هو كان عايز يبقى في اه الاب نفسه وعايز يكون في حتة احسن اللي هو فيها مقدرش يعمل لا. ده تسلط. فعايز يشوف ده في ابنه او في بنته. لا. لانه هو. تسلط ازاي يا كريم? لا طبعا. انا مش مع انا انا مش جد ان هو يا ربي اولاد انا انا ضد ان هو يتحكم في اسلوب دراسته. بنسبة مية في المية. انت بتكتهد جدا جدا وبتعمل اللي عليك في المادة في الدروس فيه فيه وفيه 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 وفي شربه لانه هو كده كده من مسئوليتك. ولكن. طب خليني اقول لك على حاجة. خليني اقول لك على حاجة. مع اختياراته ودراسته واختياراته في تعليمه وجامعته. اه انت لا لازم تشوف ابنك او بنتك محتاجين ايه. عارف عارف فكرة او اللي هي موضوع كليات القمة. ان انا عايز ابني يبقى في ك وليات قمة. لا ده انت هتخش هندسة او طب زي ابن خالتك. اه. بكارسة. انا مالي ببن خالتك. انا عارفة. بس ده مش معناه ان الاب او الام لو عايزين يشوفوا ابنهم في حتة حلوة او حتة عالية او حتة كبيرة. ده تسلط منهم او شيء سيء. لأ تسلط. هم خايفين عليهم. مسلا. ممكن نقول كده. يا جماعة. انا حابب ده. انا 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 حابب ابني. لأ انا ضد فكرة موضوع ان هو كده بيتسلط. ابنك او بنتك او بنتك مش كت شطرنج تحركوهم زي ما انتم عايزين. دول برضو بني ادمين. هي بني ادمة هو بني ادم. يقدروا ان هم يكون عندهم امكانيات معينة. في امكانيات محدودة وفي امكانيات واسعة. انت ممكن تكوني عايزة حاجة لابنك او انت عايز حاجة لابنك. هو عنده السعي الاكتر لده. يعني ممكن تكوني انت عايزة يخش هندسة وهو عايزة يخش تب. لأ انت لازم تخش هندسة زي ابن خالفة. خليني يقولك. هو مش كتعة شطرنج احنا بنحركها يا جماعة سيبوا النا ناس تختار. سيبوا الاولاد تختار. دول عيالهم يا كريم سيبوا الناس تختار ايه? ده ابني. ده بنتي. انا من حق ان انا اوجهه. ما هو بيكون لسه صغير برضو لسه في بداية حياتهم. انا مش. فانا مش صغير رمي. لا مش صغير. لما يبقى في سنوية عامة هم صغير. لما يبقى بيحدد مصيره في ادبي وعلمي. لأ هم صغير. هو بني ادم هو بش كتعة شطرنجة. طب حنا. انا ما بقولش ان هم ما يدخلوش. انا بقول ان انتو شوفوا ابنك او بنت كدراته ايه? هو محتاج ايه? واسعم عن ده. ويعني اوجهه للطريق اللي هو انت شايفه فيه? او شايف ان هو يقدر ان هو يقدهي بشكل كويس? ان هم يكونوا الدعم. السند ليهم.